يبدو أن الهدف أو الجائزة الكبرى هي العرش السعودي هناك أقوال كثيرة أن العرش السعودي في الطريق إلى التطبيع ولكن الخلاف ليس على التطبيع الخلاف على توقيت التطبيع قال بعض العارفين بالأمور أن محمد بن سلمان يفضل أن يتولى العرش أولاً ثم يوقع التطبيع بينما إدارة ترامب تطلب منه أن يطبع أولاً ثم يتولى العرش ده اللي ذكره مجتهد في التغييدة بتاعته وبيقول فيها مساومة بين ابن سلمان والأمريكان على إجبار الرافل في العائلة على بيعاته ملكاً مقابل إعلان التطبيع لكن بينهما خلاف أي الأمر يتم الأول الأمريكان يقولون التطبيع أولاً ابن سلمان يقول بيعاتي أولاً عاجل الجارديان عن دبلوماسين غربيين ولي العهد أبو ظبي أقنع ولي العهد السعودي بأن ذلك سيضمى الله الصعود بالحكم إذن ما ذكره مجتهد الجزيرة الحية نقلاً عن الجارديان قالت أنه صح ابن مجتهد بيقول ابن سلمان بيتخانم على الأمريكان هو العرش الأول ولا التطبيع الجارديان ذكرت عنده بلوماسين غربيين أن محمد بن زايد الصهيون العربي الأوحد هذا الرجل بيقنع محمد بن سلمان بأنه تولى بس طبع انت وهتتولى العرش بعد كده النشاطات على الفيسبوك الحقيقة هجموا التطبيع العربي مع الصهينا زي ما هنشوف كده أو زي ما الناس كلها شافت وتبعت في القصة ديه أدي صاحب الحساب ده الحقيقة بيقول محمد السمروتي بالأمس كانت العلاقات في السر واليوم أصبحت في العلن وغدا بإذن الله ستنطفد الشعوب ويتم تطهيرها من الخوانة عساه قريباً أما صاحب الحساب ده فبيقول لا للتطبيع مهما يحصل إسرائيل محتل وليس الدولة لا وجود لدولة اسمها إسرائيل بل محتل مغتصب وعدوي ليوم الدين كما قال القرآن الكريم ده صاحب الحساب ده الغريبة أن في بعض المسيحيين في العالم العربي وخاصة في مصر مع التطبيع العربي الإسرائيلي أنا شفت ده على سوشيال ميديا أنا لا أذكر كلام كده مطلق لكن شفت أسماء قبطية مصرية مرحبة جداً بالتطبيع صحيفة القبس بتقول موقف الكويت من إسرائيل لن يتغير وستكون آخر دولة تطبع معها ده اللي قالته صحيفة القبس الكويتين هل فعلاً الكويت هتطبع الله أعلم الخلاصة يا حضرات السلام بعدما كان مقابل بعدما كان مراحل السلام في الوطن العربي كانت السلام القائم على العدف ثم أصبحت السلام مقابل الأرض الآن أصبحت السلام مقابل السلام ما تقول ليش أرض نتنياهو فعلياً تبول على الغطرات العربية تعالي شوف نتنياهو ويقول إيه بقى نتنياهو يقول أنه قضى على السلام مقابل الأرض ومتمسك بالضم شكراً روح لبك الحقيقة مش بس كده النهاردة اعتداءات الصعينة بص عاجل نتنياهو بيقول أهو إذا حققنا اختراقاً مع الدول العربية عندها سيستجيب الفلسطينيون عندها سيستجيب الفلسطينيون بطريقة أكتر واقعية ده اللي قاله نتنياهو نشوف نتنياهو بقى قالية كمان يعني من المهم اعتماد السرية حيال الخطوات اللاحقة التي نسعى لتحقيقها كما حصل مع الاتفاق مع الإمارات نتنياهو الحقيقة بسخ في وجوه العرب نتنياهو اتفاقنا مع الإمارات يعتمد عقيدة السلام من منطلق القوة وبالموجب ذلك لا يطلب منه أو يطلب منه الانسحاب من أي أرض نتنياهو الاتفاق ينص على بص سيرتنا على مساحة وسعى من يهودة والسامرة ولا يطرق أي تغيير على الخطة السؤال اللي تسأله لنفسك النهاردة نتنياهو نطر التصريحات دي ليه؟ نتنياهو الحقيقة في الداخل الصيوني هناك غضب على نتنياهو بعد كلام الإمارات عن أن التطبيع مع الإمارات سوف يكون مقابل عدم ضم أرضي جديدة انطفد الداخل الصيوني ورفض هذا التطبيع بل إن البعض ذكروا بمناحن بيجين واتفاقية كان بديفيد وقالوا لازمنا نشرب منها الحسر فخرج النهاردة نتنياهو وقالوا ما فيش حاجة اسمها مع عدم الضم ما فيش حاجة اسمها سلام مقابل الأرض ما فيش حاجة اسمها حد إحنا بخوة إسرائيل قوية دولة قوية ولذلك يسعى العرب للتطبيع معها كانت النتيجة اعتداءات الصهينة اليوم على الفلسطينيين أكبر وأسرع وأوضح رد على صفقة التطبيع اللي نفذتها الإمارات وأسقطت كل الادعاة بإن الصهينة العرب بيطبعوا عشان السلام مقابل الأرض لا ده عشان السلام مقابل السلام عشان شوية خوانة بيقدموا هدايا للاحتلال فور فري بدون مقابل